بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية جميعا نكملين ان شاء الله في شرح تطبيقات جوجل هنتعلم اليوم على الجوجل درايف هو عبارة عن تطبيق من خلاله بقدر اخزن ملفاتي او اي شغلة مثلا صور ملفات فيديوهات على جوجل درايف يعني على الانترنت بقدر عملها مزابرة لان ميزة الجوجل درايف انا بقدر اخزن على الانترنت بما يسمى التخزين السحابي طبعا في اكتر من شركة تدعم موضوع التخزين السحابي بس انا في هذا اللقاء سنتعرف على الجوجل درايف كيف بقدر ارفع ملفاتي على الانترنت وكيف ممكن اقدر استرجاعها وكيف ممكن اعمل مزامنة ما بين المجلدات المرشودة في درايف مع الجهاز الحاسوب المرشود عندي نحن نلاحظ في الجوال اكتر ايش بكون جائع في الصور ونعمل مزامنة للصور ونرفحها على الانترنت بحيث لاحزفت من الانترنت ونحزفش عن الانترنت سنتعرف بقدر ارجع لها نبدأ نتعامل مع الجوجل درايف ونأتي على ايقونات الموجودة هنا عندي جوجل درايف او ممكن يجي على تطبيقات هاي جوجل درايف نضغط عليه لما نضغط عليه خلينا نشوف الشكل هذا اول ما انشئ احساب جيميل بعطيني جيميل او جوجل تعطيني مساحة تخزينية تصل لها خمسة عشر جيجا ممكن احط ملفات مختلفة حتى تصل لها خمسة عشر جيجا تمام هلا بعطيني بعض التلميحات او الشرح بما انه مستخدم شديد لذي مستخدم جديد اللي عملنا تمام نشوف الموجود على اليمين نشرح شوية تطبيق هذا اول شي في عنا شوية جديد بقدر انا من خلال اعمل مشلد جديد احمل ملف او احمل مجلد كامل من سطح المكتب احمل ملف من سطح المكتب او اعمل مشلد ستيد وحط في ملفات بقدر اعمل مستنادات جوجل اللي هي هذي الورد عاملة وفي عنا جداول بيانات جوجل اللي هي اكسل اللي يرد البيانات التقديمية تمام وفي عنا نمالج جوجل وفي عنا لو ضغطنا على المزيد في عنا رسوبات جوجل والخرائط تمام ممكن هذه نتفحصها ومكذا اشياء غير تدرسها ان شاء الله خلال المساق بالنسبة لملفاتي الصفحة الرئيسية هالي تجيني ايش في عندي ملفان انا ايه برفعها على السحابة او على جوجل درائب هذي نجرب نعمل مجلد جديد اصلا نسمي مجلد هذا مقدمة من الحاصلة لما الانشاء الان داخل هذا المجلد بده ادفل جواته وحط مثلا ملفات معينة او ممكن اعمل سحب افلات افلات نختار ملف اي ملف مثلا هذا المصائل ملف نسحبه ونحطه هنا تمام سحب افلات انا بيضطي معلومات عن عملية التحميل هاي بيقول ايش حمل البلف بنجاح تمام او ممكن اعمل داخل هذا المشلد اروح احمل المشلد ثاني مثلا عندي المشلد ايش ممكن نحمل المشلد كذلك صغير مثلا هذا المشلد احمل المشلد كله بحاله سيجد تلك تحميل معلومات عن المشلد اللي بتحتي بدي ارفعه فيه اربعة ثلاثين ملاف هل انت كدك تحمله بقول مثلا تحميل طبعا بياخد وقت شوي هذا لانه اطول انا بيحكيلي ان وقت مقدر لعملية التحميل تمام هاي بيبدأ ايش بيجي المشلد تمام اذا لو رحت على ملفاتي غير لاقي في عندي مجلد اسم مقدمة في الحوسبة داخل هذا المجلد طبعا ان شاءنا كيف عملنا جديد مجلد داخل هذا المجلد او دخلنا عليه منلاقي في عندنا الملفات اللي انا حطيتها في عندي ملف واحد وفي عندي مجلد المجموعة من الملفات الاخرى انا برضو حطيتها من شوية تمام هذا بالنسبة لعملية رفع ملفات سهلة جدا رفع ملفات على جوجل دراج اللي هو التخزين السحابي هي ملفات موجودة على الانترنت بقدر ارجع لها متى ما بدي وممكن اعمل هذه الملفات مشاركة الحصول على قابل على الرابط لو متى مشاركة ممكن اعمل نسخ للرابطات واعطيه لشخص معين مثلا حبيت اشارك معه هذا الملف تمام ممكن هنا اقول اي مستخدم لديه الرابط تمام او مثلا بدي احصري احدد اشخاص معينين يقدروا يفتحوا هذا الرابط تمام هيك ايج ممكن هنا اضيف اشخاص عن طريق الايميل اضيف ايميل معين لشخص مثلا اشان ايميل احنا هذا الايميل وعمل معه اقول له مثلا مقدمة مجلد مقدمة 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 في الحفوسبة ونعمل له ارسال كامل مشاركة لو دخلنا على الجيميل مقدمة 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 ور مقدمة مقدمة ساذب الظلم مع المقدمة الآن نروح على الدرايف هذا الخاص بالسامية الحسابات لاحظوا لو روحنا على ملفات تم ومشاركتها معي لاحظوا مجلد مجلد مقدمة في الحفصة ظهر عندي في هائزة هذه تجيني عن الأشخاص الذين شاركوا لي معهم ملفاتهم لاحظوا أنا كلها ملفات تم ومشاركتها معي مثلا مقدمة في الحفصة قبل شوية عملت لها مشاركة من مين عملت لها مشاركة بحيث أن هذا الحساب المقدمة في الحفصة سأعمل مشاركة لهذا المجلد مع الحساب بل اس و اس حصوان تمام؟ كيف هذه الحركة يعمل لها كم مرة و ممكن أن أعملها لكي أضيفها اللي هو الحساب أنا أقول له مثلا و بدأ أعمل مشاركة و أقول له أي شيء مشاركة أو ممكن هذا المجلد قررت أن أحذفه أو أحذف ملف داخله و أضغط على إيقونة هذه اللي هي العملية للحذف فتحنا مشاركة قرارة تحذف مثلا هذه بدأ أعملها حذف أو ممكن أعملها view اللي هو الشوفة يعني تشوف الملف هذا ايش في داخله تفاصيل يعني هقدرين حذفت لو مثلا هذه قررت أعملها view و رح بكبر لي الشاجرات و ممكن أعملها تنزيل ممكن أعمل تنزيل للملف من الأيقونة هذه عملي التنزيل أو في خيرات أخرى اللي شفناها مش بها مشاركة أو نقل إلى مجلد آخر ممكن أن أقلها إيش في عنا و ممكن أن أقلها مثلا في عنا مجموعة مجلدات مختلفة أنا مش رحب أن أقلها بس ممكن نحن نقلها مثلا موقع الشركة نقل تمام ايش في كمان خير لحظة نقلها لموقع الشركة لو نيجي هنا ايها تم نقلها لموقع الشركة ايها في خير أخرى مثلا لو فتحنا او ممكن نضغط عليها إذا ضغطنا عليها دا بالكليك بتفتح تمام نشوف الخيارات الأخرى و شو دا هنا عادة دسمة ممكن أحطها يضغطها كنجمة يضغطناها من نجمة لو جينا على رسائل الأشياء المميزة نجمة لهاد لحظة ما هي ظهرت في الأشياء المميزة بنجمة ايه نرجع ملفاتي نشرح في أشياء أخرى ايه ايش في عند خيارات كمان بحث تفاصيل بحث تفاصيل تمام ممكن أنا في الدرايف تابعي مثلا كنت بسميها شغلة و ناسية الشوية ممكن أبحث عنها في الدرايف مثلا ممكن أبحث عن موقع الشركة أبحث عن موقع الشركة مجلد هذه تظهر لي متائج البحث ايه مثلا في عندي مجلد اسمه اي شغلة فيها كلمة الشركة او موقع تظهر لي تمام هذه البحثة الملفات ممكن أخصص البحث مثلا بدي أفاور تمام هذه عمية تخصيص البحث يعني أنه تشمس مثلا ايه ضفته او هل هو فسادة المهمات او لا تمام هذا مجرد تنسيق للعرض تلاحظوا كيف تصير العرض عندي على شكل جدول هما نعملوا هيك أما هيك بيجي على شكل زي لست هذه معلومات عامة لو بدي أعرف التفاصيل ان شاء الله معينة مثلا افتح مثلا هادي ادعمل على التفاصيل لاحظوا بيزهر لي من شموع التفاصيل و هانا بيحكي لي ايش نوع الملف مثلا باوربوينت حجمه مساحة التخزينية الموقع تبعه اه تاريخ التعديل والإضافة و هكذا ممكن اعمل تعديل ممكن اعمل اضافة للوصف تمام اذا بتلاحظوا حد يحكينا عائزة نعلها ملفاتي هذه بيحط فيها اللي هو الملفات تبعتي تمام اما تمت مشاركتها معي اللي هي بيجيني لو واحد بعث لي المجلد شاركني في المجلد بتجيني هنا طبعا فشي هذا شارك هذا الإيميل وبالتالي ما جانيش حاجة لان لو حدا اعملي مشاركة على ملف معين بيجيني في المنطقة هادم الأخيرة اللي هو بيجيب لي آخر ملفات فتحتها غربا هذه الملفات اللي هذه الموجودة في المشلد اللي اسمه موقع الشركة المتوقع المميزة بنجمة بيجيني هادم اللي هي علمتها انها مثلا زي ما حكيت لكم ملف هذا مثلا بدي اياه يكون مميز امام او يعني نفتحها بدي اياه يكون في مكان انا اجيب سرعة مثلا بحط مميز بنجمة انا اضفت او لا لا استعمل اللي التاني انا بعمله ايو اذا لو واصل مضيوف هينضيفكم بس يمكن كان بده تحديد اضافة اياه مميز ايو لاحظة اياه اجد اه هذا بالنسبة للمهم مهمة لهاد الاشياء اللي بحذفها لاحظة انا حذفت هادم ممكن اعملها عملية استرجاع او حذف نهائيا اذا بديشيها ممكن اعملها استعادة تمام هذا بالنسبة لهذا انا هلا بحكيني معلومات عن مساحة التخزين تم استخدام 12 كيلو بايت من اجبال 15 كيلو غيج كيجا بايت لاحظة ممكن انا حساب شركة او حساب كبير يعني بيرفع بيانات كثيرة اشتري مساحة التخزين بس 15 كيلو بايت ثانية تمام لواشينا على هذه الشيطة اللي فوق بلاحظة هنا الشعار drive وضغط على برو ودينا على الصفحة الملفاتي وانا بصير لاخر شغلة ووصلت فتحتها تمام انا بحكي لي الشيء العلاقة بسلة المعذوفات انو بعد 30 يوم بحزف سلة المعذوفات تمام يعني خد بالك نشوف الخيارات الموجودة فوقها هنا طبعا معلومات الحساب ممكن عمل تسجيل خروج لما نخلص هذي طبعا بتجيني ايقونا هذي اللي فيها مجموعة تطبيقات جوجل اللي منها الجيميل والدرايف في عندي هنا معلومات اعدادات عامة التنزيل هذي هنحكي عنه كمان شوي هذي هذي في عندي مساعدة بتعليقاتها بشكلها جهاز يصدم بالانترنت هذي هذي نحكي عن موضوع المعائل المسامن الآن ايش في خيارات ممكنها نشرحها تماما تقريبا يعني موظم الأشياء عن جوجل درايف كنطرة سريع يعني هو عبارة عن تطبيق يعني سهل جدا نستخدم ممكن هذي عمل هذي تصغير تكليل هذي هذي هكي عن موضوع التقوين ولا بتعرف التقوين كل شو كنطرة سريع الأن كني أضيف مهام أو كنطرة سريع الآن لاحظوا هنه بتجي تلزيل تطبيق درايف للجهاز اللحاسوب لجهاز كومبيوتر ستل مكتب الآن نم نعرف مثلا على الجوالات بجيني مزامنة بحيث لو اضيف صورة على الجوال تبع على استوديو بصير اوتوباتيك برفاحها من حد ما يجي الانترنت وكمان بقدر انا افتح ملفات مثلا في اي وقت ااخذ فكيف نعمل هاد العملية مزامنة بروح بعمل تنزيل لتطبيق تسك توب تمام فخلينا اعمل تنزيل نستعلم شوه بل من نزل نعم ها ينزل بقى افتحه نعم بحكي لي هل بدكت الناس المتكين بقولوا ياس شوه يبقى اخذ شوه توقيت استنجا شوه يضعي الناس افتحه 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 اعطي افتحه بعد ما خلص تحميل كل حاجة لو جينا على سطح المكتب بلاحظ فيه اشياء جديدة لها علاقة بالجوغل شيت والجوغل سلايدز والجوغل دكس نضفت عندي هذه الأشياء تدلمتكم المسبقة وهنا بحكي لي انه موضوع الفائز انه نبدأ نعمل بك اوب ونعمل عملية سينكرويزيشن طبعا انتو لو كانت لغة الويندوز عندكم عربي حيجيكم بالعربي التلام مش راح تفرق بس هم بحكي لي انه هتعمل سينك او مزامنة للملفات تبعتك وهتكون امنة تمام يقول له ماشي انا بندخل في الحساب اللي عملناه اللي هو نعمل نقص ندخل البسورد لان من جرد ما تدخل معلومات الحساب بصير يعمل لي سينك اشي عن السينك او ملغتت لدلوزيشن مثلا المجلد اللي بدي اكتثاريه تعملينه من حد ما تحط فيه اشياء ازدادة يروح يرفع على درايف مثلا بيقول له مثلا بديش الدكومانس ولا بدي البكتشر لو نروح على الدسكتوب تمام بدي اي شغل اضيفها على الدسكتوب مثلا تنضاف مباشرة ترتفع على الدرايف اي شغلة تنضاف على الدسكتوب مباشرة ارفعها على الدرايف ممكن اعمل اختار فولدر معين مثلا من دسكتوب في عندي مشلث وامجز نختار هذا المجلد اي شغلة بحطها في هذا المجلد تنضاف ضع يو درايف تمام خلي نختار احنا الديسكتوب بشكل عام اي هنا بيضيفي عن موضوع جودة الصور اذا بدك جود الصور حسب سرعة الانترنت تكون جودتها عالية او لا تمام نحط next تمام نحط start نلاحظ هي اجاني مشلس من google drive لو فتحنا نستنى شوي لحظة معين فاضي لو ان تغطع هذه backup and sync setting up نحن على google ايدي هنا شغلة هذا الشغلة نضيفها اللي هو عشان يعمل sync نقوم بتفعيل الاضافة نقوم بتفعيل لماذا تفعيل حتى اقدر اعمل sync اعمل مزعمنة يعني open your google drive لاحظة هاي اشياء الموجودة هذا المشلد الموجودة عندي هاي اللي هو سطح المكتب لاحظة نسكرها نسكرها لاحظة سطح المكتب هذا لاحظة اشياء عشان عليها باللون الازرق لاحظين لون الازرق معنى الكلام ان هذه اشياء معمولها sync اشياء sync معمولها مزامنة على drive يعني اي شغلة بضيفها هنا بعمله sync مباشرة على drive بضيفها على drive مثلا هاي عندي افتح هاي ديسكتوب لسه وبعمل sync عفكرة باخد شوية وقت لانه حسب سرعة الانترنت حاليا هو لسه فاضح ببعمل sync له هاي روحتو شويفين اللي هو ماي لابتوب اللي هي الجهاز الضفطغة بشوي الان لو كنتي ضيفة مثلا جهاز جوال او جهاز لوحي بظهرلك هنا هاي جهاز لابتوب مشاركة ديسكتوب بس لسه يبدو انه برفع في الملفات بس خلص قريبا هايكون في عندي مشموعة من الملفات هاي بعملها sync لو روحت على نحزن كلهم بعملهم sync بس لسه مش ظهرة بدو شوية وقت عشان موضوع الرفع كل ما التحديث لسه لاحظة لحظة هاي هذا انا عملت مشاركة لديسكتوب بحيث لو اي شغلة ضفت على تنضاف في المجلة هاي لاحظة هنا لو اجينا لاحظة انه برفع مقدمة معاة تنضاف عملية لاحظة في التحرك السهم لسه لاحظة اللحظة الحافظة بظهر شغل الشركة ظهر هذي اشياء بيعطيني اللي عليها صح انها اشياء تم رفعهم تمام هذي كل هالاشياء اشياء تموير من جوجل درايف اذا ما اقدر انا اعمل سينك او مزامنة ما بين اللي هو جهازي الشخصي و الجوجل درايف بحيث اي شغلة تنضاف مثلا في الديسكتوب بتروح اطول بتنعرض في الجوجل درايف واي والعكس صحيح اي شغلة بضيفة هنا عطول بتظهر لي في المشلد اللي هو شدهن اسم جوجل درايف مثلا خلينا نحط مجلد جديد او ملف جديد مجلد في كامل ملف مجلد جديد مثلا نسمي اقدمه في البرمجة نعمل انشاء افترض هذا يجيني انا مقدمة في البرمجة لاحظوا اجع طول مجلد مقدمة في البرمجة شايفين مست الواحد انه يعمل سينك لا لو ضفت اي شغلة في مقدمة في البرمجة نفطلي مثلا ملف نضيف ترفع ملف جديد فيها ترفع ملف مثلا نرفعت هذا الملف مثلا نرفعت هذا الملف مثلا شوية من ملف افترض يجي بسرعة يجي هنا بس بده شوي تحديث يمكن اشارة الساهم هذي لسه بحمل الصح يعني حمل وخلص هذي لسه اي حمل نلاحظوا هاي اجع الملف صح يعني حمل اما اذا اجعت الاشارة الزرقة فيدل على انه لسه مش محمل يعني اي نرجع على سطح المكتب لاحظوا لسه الاشارة هذي لسه بحمل لسه بحمل لسه هذي بحمل محمل تمام اذا هاي فايدة انه اعمل جوجل اني اعمل استخدام درايف انه برفع ملفات على الانترنت وبقدر انزلها وعملها مزاملة مع الاشياء المحتوى عندي تمام خصوصا اذا مثلا ما كانش عندي مساحة على الجهاز تبعي وقررت ارفع ملفات واحتفظ فيها واستخدمها لاحقا مباشرة برفعها على الدرايف وبستفيد من خدمة جوجل طبعا من نسبة الاستخدام الاستخدام تبعها اامن ومسهل الاستخدام كتير تمام حكينا عن انجزة كموتر اذا كنت ضايف مثلا عن الهاتف بجيكي هنا حسب عدد الاشهزة اللي عام المشاركة بجيكي نكون حكينا نبضة مختصرة عن الجوجل درايف نتمنى تكونوا استفدتوا وتراشروا وحضروا وتشربوا تعملوا في البيت تعملوا سينك او مزامنة مع السطح المكتب مع الجهاز الى الملفات اللي بتهمكم مثلا اشياء اللي علاقة بالبواد بالتوفيق اشتركوا في القناة